موسيقى موسيقى بسم الله نبدأ نفتح برنامج ETAB 18 موسيقى نفتح معنا هذه النافذة لكي نبدأ مودي جديد نذهب من File ونفتح New Model موسيقى نضح لنا هذه النافذة نختار منها ونختار النظام المتري الدولي ونختار الكونكريت ديزاين كود الكود الذي يستخدمه للتصميم هو البي اس 801097 موسيقى نضح لنا هذه النافذة تطلب مننا تحديد المسافات فيما بينها وأيضا تطلب مننا عدد الطوابق بالنسبة ل عدد الطوابق والارتفاعات طيب بالنسبة للجريت دات ممكن أنك تستخدم uniform grid spacing إذا كانت المسافات متساوية وممكن إذا كانت المسافات بين الجريت دات غير متساوية تستخدم custom grid spacing وممكن تحدد البداية يعني إذا ذهبنا إلى الباب الخامس نشوف الجريت دات حقنا في المبنى نذهب إلى المخططات الإنشائية طيب معنا هنا grid A B C D ومعنا 1 2 3 4 5 يعني مرقبة بهذا الشكل سوف نرقم ونعمل القردات بنفس التشكيلة هذه حتى نستطيع المقارنة لأننا في التصميم اليدوي كنا نسمي C عمود مثلا B4 وهكذا ولذلك التسمية مهمة في المقارنة لكنها في النتائج لا تغير أي حاجة طيب معنا المسافات الوفقية 5 5 ومعنا مسافات رأسية 21 3 4.5 أو 4.5 نبدأ طيب معنا بيقولك هنا number of grid in line X كم عدد القردات في اتجاه حق X كم 1 2 3 4 وكم عدد القردات في اتجاه Y 1 2 3 4 5 5 نكتب هنا كم 5 طيب يقول هنا spacing of grid X direction كم المسافات التي بين المحاور X المسافات هنا لاحظوا أنها متشابهة 5 5 ولذلك خلاص نضع هنا 5 طيب المسافات التي بين المحاور حق Y لاحظوا أنها 21 310 غير متشابهة وبالتالي سوف في هذه الحالة سوف نضع الدخول إلى custom grid spacing ونختار edit grid لاحظة بش مانتسين ال grid موضح معنا قدامك الآن المعاينة لاحظ أنه لو ظهرنا المسافات يعني مسافات مطلقة بين المحاور لاحظ أنه في اتجاه X عمل لنا 5 5 5 5 5 مباشرة طيب في اتجاه Y لا عمل لنا 6 6 لكن هنا لا نقوم بتغيير المسافة بين 1 و 2 كم يا بش مانتس من grid 1 و 2 متر و 20 ولذلك نأتي هنا ونكتب متر point 20 ثم بعد ذلك المسافة ما بين المحور 2 و 3 كم المحور 3 3 متر و 10 نكتب 3 متر و 10 ثم بعد ذلك كم 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 تمام لازم تكون دقيق في متخلاتك لازم تكون دقيق في متخلاتك ولا تستعجل هنا حجم البابل ما في مشكلة ثم نختار بعد ذلك ايش اوكي بعدها نعرفنا المحاور والمسافات بين المحاور نعرف الآن الطوابق وكل ما يخص الطوابق كم عدد الطوابق والمسافات بين او ارتفاع الطوابق طيب اول هنا بيقول number of story كم عدد الطوابق التي تريد أن تصممها او المنشى حقك يتكون من كم طابق طيب معماريا احنا قلنا انه معماريا يتكون المنشى من طابق ارضي زادا ثلاثة طوابق منكرر زادا بيت الدرج يعني على اساس انه مثلا هذا واحد وهذا ثلاثة وهنا ايش واحد واحد وثلاثة اربعة خمسة طيب هذا معماريا لكن انشائيا لا انشائيا في طابق واحد زائد الذي هو ايش short column او رقابة الاعمدة الله احبار شو عن تسين المعماري دائما يحسب عدد الطوابق التي بيتم استخدامها انشائيا يحسب وظيفيا لكن الطوابق التي لن يتم استخدامها مثلا هنا الرقابة الاعمدة و short column بيتم ردمها ردم الاساسات وتالين يستخدم لا يحسبه في عدد الطوابق لكن احنا انشائيا لازم ندخل في التصميم لانه بيدخل بيكون في مع اعمدة وفي مع ايضا grid beam يدخل في عدد الطوابق احنا انشائيا أرض الطوابق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة المعماري كان قال ايش؟ قال معك أرضي واحد اثنين وثلاثة متكرر واحد اثنين ثلاثة وبيت الدرج واحد لكن نحن نشاهد نزيد ايش واحد وبالتالي أصبح معنا الطوابق كم ستة؟ نعمل ايش؟ ستة طوابق طيب طبعا بيت السلم ايش كطابق طابق ولكن نعمل الطابق على اساس نرسم السلم في هذا المكان طيب نذهب الى برنامج الاتاب ونكتب ستة طوابق طيب بيقول لك هنا ثاني حاجة التيبكال ستوري هيت والبتم ستوري دمان عتاب بيجيب لك خانتين خانة لارتفاع الطوابق المتكررة وخانة لارتفاع الطوابق الأول أو البتم أو الرقاب أو شرط الكولوم على اساس انه في اغلب المشاريع الهندسية في اغلب المشاريع الهندسية اول طابق بيكون ارتفاع مختلف سواء مثلا اختلاف بسبب اختلاف منسوبة تأسيس أو بسبب اختلاف انه بيكون حيانا مول او موقف سيارة بيكون ارتفاع مختلف والتيبكال بيكون ايش متشابه طيب اذا كان ارتفاع الطوابق كلها مختلفة فتلجأ الى custom story واتدخل الابعاد الطوابق حقك احنا بنختار custom story طبعا ارتفاع الطوابق حقنا كلها كم لو نجينا هنا ارتفاع الطوابق لاحظوا شو من ديس بالنسبة لارتفاع الطوابق عملناها كم طيب نعود الى البداية طيب الارتفاع الصافي لكل الطوابق ثلاثة متر الارتفاع الصافي يعني بدون سمك الاسلابات لو كان معنا هنا سلابة وهنا سلابة الطوابق فالارتفاع الصافي ثلاثة متر طيب في البرامج التحليل والتصميم الانشائي المسافة المطلوبة هي من center blada الى center blada او من سطح البلada السفلية الى سطح البلada العلوية تمام لانه بيخذ ايش سناتر بيخذ مناسيب فلذلك هنا طبعا احنا معروف انه اننا صممنا البلادات كان البلادة المسمطة 14 والبلادة الهردي منها 26 والبلادة الفلات سلاب 20 يعني الان يعني الى لوجهت لاني نريد ان نتعرف بعض الطابق هيكون الطابق هيكون الطابق الذي فيها الفلات سلاب هيكون الارتفاعه ثلاثة متر زاادة 10 يعني و البيم هنا 45 صح يعني نص 45 سم و نص 20 وارتفاع الطابق الذي هو الهردي هيكون نص الفلات سلاب الى نص البلادة الهردي وهكذا يعني فرق 5-10 سنتي في الارتفاع طبعا الارتفاع الطوابق بهمنا في أشعج مهندس ما بيأثرش في تصميم البلاغات بيأثر لنا في تصميم الأعمدة في تصميم الأعمدة وتصميم الأعمدة شورت كولم أو سيلندر لكن يعني فرق 5-10 سنتي في ارتفاع الطوابق صدق الله العظيم طيب لذلك سوف نوحد جميع ارتفاع الطوابق على أساس ثلاثة متر وعشرين كقيمة وسطى طبعا ما فرقة 15 سنتي في الارتفاع طيب فنختار هنا كل الطوابق ثلاثة متر وعشرين ثلاثة متر وعشرين تمام؟ ثم ندخل إلى كسطة من نسمي الطوابق لاحظوا صباح معنا الآن هنا ستة ستة الطوابق طيب طيب نعيد ستة مفترة تكون هنا عددهم ستة طيب لاحظوا خلاص ستة الطوابق طيب نسمي الطوابق طبعا ممكن نخليها كلا ستوري وان ستوري تو لكن حتى ايش نكون نميز بين الطوابق طبعا سوف نسميها بتسمية المعمارية طيب معنا اول طابق نسميه جراوند فلور بلان بعد ذلك فرست فلور بلان بعد ذلك سكند بلان وبعد ذلك طبعا هذا سكند وثيرد طبعا هذه برادت الطابق الثاني وثالث وطبعا واخيرا نسميه ستيركيس اللي هو بلاطة السلم طيب نبدأ بالأول كراوند كراوند بلان بعد ذلك فرست بلان بعد ذلك سكند بلان ترد بلان وهنا روح بلان سميها بلاطة الروف روح بلان وهنا ستيركيس ستير كيس بلان بلان نلاحظة بشو من تسين اه 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 اغير ممكن نحن نعيده ثلاثة متر وعشرين ممكن ننسخ النسخ كنترول سي كنترول في ما مشكلة تو هنا تو ثلاثة بوينت تو تمام طبعا البيس هو الارض يعني الارض ممكنك تدخل الارتفاع يعني بالسالب للتحت تمام مشكالية طبعا بعد ذلك اوكي اوكي طيب بعد ذلك نرسم اقصد نحفظ الملف نحفظ الملف من file save as والاتاب اولا لازم ينحفظ في ملف باللغة الانجليزية وينحفظ باسم باللغة الانجليزية تمام ونعمل ملف اسمه اي تاب موديل اي تاب موديل اي تاب موديل طيب بعد ذلك ممكن ان احنا نعمل rename ctrl c ونضغل الى لاخر الملف طيب احنا منكن اعمل thinkcer 1 على اساس منكن احنا بعد النبدج نحفظ ك説 نحفظ الموديل الأول فنسمي lecture one وندخل إلى داخل الملف وممكن هذا نرمز بالشرطة one وطوالي نكتب سيف نعمل سيف خلاص الآن نحفظ الملف وأصبح الآن جاهز لعملية المرحلة التي تليها وهي تعريف المواد والمكاتب